اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في زلة اختياطنا اليومية للاحداث الكروية اللي موجودة في العالم كله في مصر وفي افريقيا وفي اوروبا هنبدأ دلوقتي معاكم بالدور الانجليزي دور الانجليزي مبارح كان فيه ماتشات كتير مهمة اهمهم ماتش منشستر سيتي اللي بينافس على لقب الدوري مع ليفربول ومع ارسنال الستي مبارح كسب واحد صفر بهدف لهالند وعودة هالند مرة تانية في الدور الانجليزي للتهديف كلنا حشوفنا هالند في المتشام بنزلي الجاب هاتريك لكنه كان صايم عن التهديف في الدور الانجليزي بقاله فترة رجع تانية للتهديف مبارح وكان فيه ماتش افيرتون وفولهم خلص واحد واحد ماتش كان فيه سجلمة بين الفرقتين كان فيه شوية كرة ممتعة كده بس في الاخر انتهى بالتعادل وكان فيه ماتش برايتون وولفز برضو انتهى اثنين اثنين ماتش فيه اربعة تجوال فيه ماتش كان كسبان وولفز رجع في النتيجة وتعادل نخش بقى على الماتش الماتش الاهم او الماتش الاكبر في اليوم ده في الدور الانجليزي او الماتش اللي كملان اهداف ماتش بيرنفورد بنفورد مبارح كسب اربعة تلاتة بعد ماتش كان كسبان فيه اثنين ورجع اتعادله ورجع تلاتة تلاتة وبعد كده كسب في الدقاء الاخيرة بهدف من احسن اللعيبة يعتبر في الدور الانجليزي السنة دي ويعتبر الورقة الربحة هو اللي جاب هدف الفوز نيجي بقى على الحدث الابرز في الساحة الكروية كلها مبارح الكلاسيكو مش هينفع نتكلم عن كلاسيكو نمشي كلا بسرعة ونعدي نقول خبر سريع وبقول لك ان مسلا برشورناك كسب ريال اربعة وده مش اه وده مش اه ما ينفعش مع الكلاسيكو هو فعلا برشورناك كسب اربعة صفر بس احداث المباركة مليئة بالاهداف وكانت مليئة بالاصارة خصوصا ان ريال هو اللي بدأ بالتهديف مرة واثنين هتقول لي ازاي بدأ بالتهديف مرة واثنين والنتيجة خلصة خلصة اربعة صفر هو فعلا ريال جاب جون اه هدف واثنين وتلاغه التسلل مصياد التسلل اللي بلعب عليها فليك بقاله فترة كبيرة مع مع ريال مدري مع برشورنا اللي لعب برضه في موتشل بيرن والناس كتقلقانة من الفكرة دي ان انت بتبقى هو بيبقى عارف هو والمدافعين مسلا ان هي بتبقى على شعرة او على خطو وهم انتضربين على ده كويس بس انت كمتفرج قدام التلفزيون ما بيبنكش ده الا في الاعادة فبتبقى عادة على قلبك اغلب الوقت انت تلاقي جون والتاني وتلغي والشروط الاول كانت سيطرة كامنا من ريال مدريد وبرشورنا كانت غايب ييجي الشروط التاني برشورنا يخش يقلب الموازين كلها ويقلب الكفة ويبقى هو المسيطرة على المباراة وليفندوسكي يجيب جون والتاني ويمين يعمال يجيب الثالث ويرجع بقى رفينيا المتقلق الفتاة اللي فاتت وبالنجوم الفرقة كلها يجيب الجون الرابع بس قبل الجون الرابع ريال مدريد جيب جون ثالث وتلغي يعني انت في كلا في تلات اهداف تلغيه بسبب التسلل ومساعدة التسلل اللي بلعبها في ليك بطريقة بطريقة حلوة جدا ومحفز لعيبته كويس وتحسين لهم كلهم على خط واحد وعرفين بتحركه كيف كانوا سيستم يعني العيب برشونة في الدفاع هو سيستم تحسين انت تحرق الخط يعني خط الدفاع تحسين ان هو خط بتشيله وتحطه القدام وترجعه ورا وهذا اللي هم قدروا نجحه يعملوه قدروا يكسبوا المباراة بنتيجة كبيرة وعلى ملعب السنتياجو يعني مش على ارض لو تسمع النتيجة اربعة صفرة تبتكين انهم في كام بنو او انهم بيلعبوا على ملعب برشونة ده اربعة صفرة على ملعب السنتياجو على ملعب نادريد ده امر كبير جدا وم في مطش تاني في الدور في الدور الاسباني فيا ريالو بلد الوليد خلص اتنين واحد. مطش كان ما فيه اشوية زي الكلاسيكو اخلص بتاقي جي في تلت جوان خلص اتنين واحد بس مطش كان كبير لان احنا عارفين كلنا فرقة كبيرة لها جمهورها فرقة ابن الفرق العريقة في الدور الاسباني هيا وبلد الوليد مطش خلص اتنين واحد بك كانوا بقى كان بيلعب benchmarks وخلص المطش واحد صفر رايو فابيكانو. اما بقى لازمان ما سكسب جيرونا جيرونا اللي كان اسنان الفاتح تتعامل موسم ولا اروع وكان من احسن الفرق يعتبر في اسبانيا بتلعج كورا وفي العالم وكان الناس متأملين فيه ان هو هيكمل على نفس الطريقة ولكن هو خزل الجميع وحتى في اوروبا وفي الدور الاسباني بدأ يترجع والنتاج بتاعته بدأ يتهز شوية خسر مبارح من رايو فابيكانو واحد صفر نخش بقى مع بعض على الدور الالماني الدور الالماني كان فيه شوية مطشات حلوة نبدأ بشتوتجارد وهوتشلد كيل خلص المطش اتنين واحد لشتوتجار شتوتجارد من الفرق الكبيرة في المانيا واحنا عارفين وبيحاول يستعيد امجاده ان هو يرجع تاني ينافس وان هو على الاقل ما يبقاش ينافس على الهبوط وان هو يبقى بيلعب مستريح ويحاول يحافز ان هو يلعب في دور الاوروبي او دور المؤتمرات وشتوتجارد عامل مطشات حلوة استنادي وممكن يفاجئ الجميع وتلاقيه فجأة في دور الاوروبي او في دور المؤتمرات اما بقى فيه مطش تاني مهم كان بروسيا دورتموند اوغزبورج اوغزبورج اكسب بروسيا دورتموند اتنين واحد بروسيا دورتموند فريق عريق كلنا عارفين بروسيا وعارفين جمهور بروسيا من احسن جمهور في العالم اه مبارح ليس ايخسر اتنين وجمهور بروسيا من الجماهير اللي تحب ه high هتخسره وليس من الجماهير اللي هي مثلا التعدي ا Colon هو جمهور رافية ويحب خرقته ورا فرقته في كل مكان واكتر جمهور يعتبر بيسافر ورا فرقيته في العالم ولكن ه아�ём ما بيحبش يخسر ان هو يخسر في الدور الللماني ومن فرقة يعتبر من الخمس ستي فرق اللي بتنفسها على الهجوط فده بالنسبة لجمهور بروسيا اكيد ما بيحبش يخسر وان هو يخسر في الدور الهلماني ومن فرقة يعتبر من الخمس ستة خمس ستة فرقة اللي بتنفسها على الهبوط فده بالنسبة لجمهور بروسيا اكيد مش عمر سهل او مش عمر هين وهيطلب وقفة من الجمهور مع اللعيبة وفيه ماتش مهمة بقى كان بريمان بريمان بيلعب بايرن لفركوزا ماتش كبير فرقتين كبار بيلعبه كورا الماتش خلص اتنين اتنين الماتش خلص اتنين اتنين ما بينين فرقتين بالتعادل الاربع هداف اتنين هنا واتنين هنا وماتش كان كبير ويخش بقى من الدور الالماني عالدور الايطالي كان معانا مبارح ماتش نابو ليولاتشي نابو يكسب واحد سفر وكان فيه ماتش مهم مبارح يعتبر في الدور الايطالي لكنه اطلغها بسبب الزروف الجواب ماتش بلونيا والميلان الناس كلها كانت مستنقل ماتش ميلان بينافس على المربع الزهب بفوق ميلان فريق كبير بقى له سنتين لكن الماتش اتلغها للزروف الجوية واخر ماتش بقى اتلانتا وهيلسا فرون اتلانتا كسب ستة واحد ماتش كبير اهداف كتير سبعة جوان فرق نجيب ستة وفرق نجيب جون اهاماتش يعتبر كان من انتجاه واحد اتلانتا نازل على ملعبه وسط نهوره من اول دي الاخر دي هو اللي مسك الكورة هو اللي بيبادر بالتهديف هو اللي بيجيب جون واتنين وبيلعب ومكانش هيلسا فرون كانش عارف يخش في الجو معي او كانش عارف حتى يجريه في الملعب ويموتش خلص ستة واحد نتيجة كبيرة واعتقد ان هي نتيجة محزينة لهيلسا فرون ولمهوره نخش بقى مع بعض على الدور الفرنسي الدور الفرنسي كان فيه ثلاث ماتشات مهمة كان بيلعب مبارح وخسر سنتيان من الفرق الكبيرة فرنسا ومالفرق اللي باع كبير في الدور الفرنسي وخد بطلات كان بتلاعب أنجيل فرنسي خسرت اربع اتنين اربع اتنين رقم كبير على سنتيان وانيه من الفرق العريكة في الدور الفرنسي فأعتقد جمهوره ليس يبقى ارادي بشكل مثل هذا استاد ريمس كان بلعب بريست خلص اتنين واحد برضو على ملعب استاد ريمس بريست هو اللي كسب اتنين واحد وده برضو نتيجة مش حلوة لفرقة على ملعبه في وسط جمهورة واعتقد انها هيبقى فيه كلام كتير فترة جاء لان هما بينفسوا على الهجوط فدي حاجة مش حلوة للفرقة اخر مطش مبارح كان ليل ولنس في الدور الفرنسي ليل كسب اتنين صفر على ملعب لنس دور الفرنسي مبارح التلات فرق اللي كانوا بلعبه على ملعبهم التلاتة خسر يعني التلات فرق اللي بتلعب على ملعبهم هما اللي خسروا وده حدث غريب ان انت تكون بتلعب على ملعبك وسط جمهورك اه يعني انت متعود على الاجواء دي او انت متعود على الملعب وان انت تتمرن هناك على طول وانه ده اللي استاد بتاعك وان التلات فرق اللي بتلعب على ملعبهم اللي خسروا دي مش حاجة طبيعية ونخش بقى من الدور الفرنسي على الدور السعودي الدور السعودي كان مليان مبارح بالمطشات اهم هو من الهلال والتعاون الهلال هو اللي بنفس على الدوري من السنة الدفاع تتواخد الدوري ومكمل في طريقهم هو برضو بصص على على الدوري ومش بصص على اي حد تاني بيركز على على الفوز مع مع عودة نمار مع اللعيبة التانية اللي موجودين زي سافتش ومالكوم آآ لعيبة كبيرة لكن انت بتتكلم ان النجم الابرز في الهلال يعتبر هو متروبيتش متروبيتش اللي مع سفاح في التهليف ما بيهزرش آآ كل مطش اللي لازم يهدف والمطش اللي يغيب عنه عن التهليف يرجع المطش البعض وجيب جنين وتلاتة وده يعني امر كبير لان ناس كتير بتستغرب ان ازاي متروبيتش يسيب بقى الدور الانجليزي ويروح للدور السعودي واكيد ان هو مش يلعب بنفس الجودة من ساعة مراحل السعودية الثانية فقط لحد النهاردة بيلعب اكيد انه لسه في الدور الانجليزي محافظ على الرتم بتاقه محافظ على الاهداف بتاعته بما بيفكرش في اي حاجة غير ان هو كل مطش ينزل يبجون واثنين وتلاتة وان هو ياخد لقب الهداف وان هو يفضل محافظ على المستوى التهديف بتاعه اللي كان بيعمله في الدور الانجليزي مستمر برضو مع الهلال اما المطش التاني بقى الرائد والفتح الرائد كسب الفتح اتمين واحد آآ فرقتين يعتبر بنفسه على المراكز المتأخرة تحته وشوية ينزله الهبوط وشوية يطلع للمقامات الدافية فان انت تكون فرقتين بينفسه تحت آآ ويبقى في مطش بينهم بيبقى مطش يعتبر هو مش مطش كمة بس مطش مهم لهم لان اللي بيكسب بيطلع لفوق واللي بيخسر بينزل لتحت يعني هي بتبقى عاملة زي اللعبة الاسنسير كده زي ما احنا بنقول في الكورة ان اللي يكسب بينزل التاني واللي يخسر واللي بيخسر بيطلع لفوق وتحس انها اللعبة اسنسير كده او كارسي متحركة بيعود ويبدلوا مع بعضي في المراكز لحد اخر الدوري واخر مطش في الدولة للسعودي فيحاول الاتفاق اللي فيحاول اتفاق اتعادل واحد واحد الاتفاق كان عامل الموسم حلو السنة اللي فاتت وكان هيحاول يحافظ على ده ولكنه بقى له اكثر اكتر من مطش مش عارف يحافظ على الفكرة دي وانه هو بيتعادل وبيخسر وبيفقد نقاط ودي مش حاجة حلوة لجمهور الاتفاق لانه كان ماشي بمستقى كويس في الفترة اللي فاتت نيجي بقى للسحر الرياضية المصرية ما فيش مطشورت بس في احداث دايما عندنا في مصر حتى لو ما فيش كورة في احداث كراوية حتى لو خارج الكورة عندنا مبارح ازمة كهرباء او الازمة اللي كانت منتشر للكهرباء لما اخد الغرامة المليون جنيه وسافر من الامارات وما تقبلش بطولة السوبر اه طلع مبارح صفحة النادي الاهلي على السوشيال ميديا نزلت اه كبول اعتصار محمود عبد المنعم كهرباء ورجعوا للتمرين اه ورجعت بقى الناس بدأت تقول ايه اللي حصل طب ايه اللي حصل والاعتصار جزة وايه الكواليس طلع بعض الاعلامين وبعض المحللين راضيين قالوا ان كان فيه اتفاق تم ما بين اللعيبة والادارة ان ان هما بعد ما الحادثة حصلت عطوله اه ومحمود عبد المنعم سافر واللعيبة تدخلت حول تصلح ما بينه ما بين الادارة وما بينه ما بين المدرب محمد ربضان الدواع بين اللعيبة ان هما في حالة الفوز هيخصم هيخصم نص الغرامة بس الكهرباء بدل مليون يبقى نص مليون وهيرجع الكهرباء للتمرين وفعلا كهرباء اول ما البعثة ارجعت كهرباء اعتذر للمدرب والمحمد رمضان والصفحة الرسمية نزلت كبول الاعتذار اني بقى على ازمة سلاس الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد لحد دلوقتي المحاكمة يوم تسعة وعشرين ولكن الزمالك قدم طلب للجهات المعنية يعني هما يبضروا المحاكمة شوية انها تبقى نهاردة البكرة عشان اللعيبة ترجع لان مسؤولين الزمالك رئيس الزمالك وبعض من مجلس ادارته ما رجعوش مع البعثة وفضلوا هناك عشان يحلوا الازمة فمنتظرين رد الجهات السيادية دي ابرز الاحداث اللي حصلت النهاردة في الصحة الكروية المصرية والعالمية انتظرونا في لايبات تانية كتير بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة النهاردة احداث رياضية في الدولة الانجليزية والازبانية شكرا لكم على حسن المتابعة وانتظرونا في لايبات تانية